السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحية طيبة مباركة بإذن الله ومع فرع الأدب وهنبدأ إن شاء الله بإذنك يا رب الاتجاه الوجداني أو البعض اللي بيسميه الاتجاه الرومانسي أو الرومانتيك كلها على فكرة مسميات وطبعا بعد ما أنهينا أول مدرسة شعرية اللي هي كانت مدرسة الإحياء والبعث اللي هي طبعا مؤسس المدرسة محمود سامي البرودي ثم بعد ذلك انتقل المدرسة إلى مدرسة الكلاسيكية بقيادة أحمد شوي ونبدأ كده على بركة الله الاتجاه الوجداني طبعا الاتجاه الوجداني يا شباب قبل ما هندخل طبعا في الاتجاه الوجداني لازم نعرف كده نواتج التعلم اللي عندنا هنا موجودة أولا كده نبدأ أن عندنا في النواتج دي يا شباب أن يتعرف الطالب على الاتجاه الرومانتيك يعني أنا لازم أعرف كده إيه الاتجاه الرومانتيك أو الرومانسي ويبين الطالب أثر الاتجاه الوجداني في تصوير حسيس الشعر لأن تصوير أحاسات الشعر هنا الشعر الرومانتيك يا شباب يعني رومانتيكي يعني حضرتك هنا الشعر ليه حسيس معينة ويستنتج الطالب سمات المدرسة الرومانتيكية تمام؟ نبدأ كده يا شباب أولا الاتجاه الوجداني بينما كان شعراء الإحياء وامتداده يعملون على العودة بالشعر لسالف عصره أزاه بقدر ما وسعتهم إمكاناتهم وأعانتهم مواهبهم كان هناك مدرسة شعرية في بلد آخر هو لبنان هذه البلد كانت تخطو خطواتها الأولى على طريق التجديد الشعري المعاصر وكان على رأس هذه المدرسة رائد كبير هو خليل مطرد لبقى كده عرفنا شباب هنا أن فيه امتداد شعراء الإحياء بنفس الوقت ده كان فيه مدرسة أيضا شعرية المدرسة دي في لبنان وكانت تبدأ أن تخطو خطواتها الأولى تمام؟ لذلك هي المدرسة كان رائدها هو خليل مطرد الشعر العربي يا شباب في العصر الحديث مر بسلاث مراحل كل مرحلة تميزت بسمات فنية معينة أولا المرحلة الأولى وده كده ركز معايا كان يمثلها شعراء عصر الإحياء أو مدرسة الإحياء والبعث ودي طبعا درسناه والمدرسة دي بخصائصه وعرفوا طبعا وعرفوا بشعراء مدرسة التقليد ومدرسة الإتباع تمام؟ إيه مدرسة التقليد يا شباب؟ إنهم كانوا بيقلدوا بيقلدوا من؟ القديم خاصة يا شباب إن المدرسة دي كانت بتأخذ من القديم على سبيل المثال تبدأ بالتصريع وكذلك البكاء على أطلال والغزن وطبيعي لم يتخلوا عن القديم كليا أيضا عرفوا بالاتجاه المحافظ وكذلك بالمدرسة الكلاسيكية الجديدة يبقى إذن عند المرحلة الأولى ويمثلها شعراء عصر الإحياء والبعث المرحلة الثانية طبعا المرحلة الثانية هنا يمثلها من؟ يمثلها شعراء التجديد والإبداع يبقى أنا عند المرحلة الثانية شعراء من؟ التجديد والإبداع بماذا عرفوا؟ عرفوا بقى بالمدرس الرومانتكية ركز معاي المدرس مين؟ الرومانتكية اللي هي الرومانسي اللي هي مدرسة الوجدان يبقى كده المرحلة الثانية عندي شعراء التجديد والإبداع المرحلة الثالثة بقى يا شباب وهي مرحلة التي نعايش آثارها الفني في وقتنا الراه من الذي يمثلها؟ يمثلها شعراء مدرسة قل بقى ما تريد إما الشعر الحر إما الشعر الجديد إما الشعر الواقع يبقى كده يا شباب أنا عندي ثلاث مراحل لتطور الشعر الحديث بنبدأ بالمرحلة الأولى شعراء قصر الإحياء والبعث ثم بعد ذلك المرحلة الثانية شعراء التجديد والإبداع ثم المرحلة الثالثة وهي شعراء مدرسة الشعر الحر أو الشعر الجديد أو الشعر الواقع دول اللي هم المراحل يا شباب اللي مر بيها مين؟ مر بيها تطور الشعر الحديث تمام؟ ننتقل يا شباب إلى السمات الأساسية للوجدانية أولا يا شباب بعد دراسة وتحليل شعر الاتجاه الوجداني المرحلة الثانية أفكرت المرحلة الثانية استنتجنا بقى سمات أساسية لهذا الاتجاه منها إيه بقى السمات الأساسية للوجدانيين؟ أولا يا شباب عندنا الارتباط بالطبيعة يعني ارتباط بالطبيعة ركز معاي يعني هي الملاذ البعيد عن منقصات العيش وهموم الحياة وشرور الناس الناس دي كانت بترتبط بالطبيعة يعني حضرتك مرتبطين بالطبيعة؟ آه لأنهما وجدوا الطبيعة بقى هو الملاذ والملجأ الذي يلجأون إليه ويبتعد عن منقصات الحيش وهموم الحياة وشرور الناس ثانيا الكآبة واليأس الكآبة واليأس وصلال لحد الرغبة في مفارقة الحياة ياه للدرجة دي أن في رغبة أنه هي الحياة خلاص مش عايزينها في مفارقة الحياة طب هي السبب؟ السبب هنا الإحساس بالوحشة والغربة والعزلات هنا أولا لما يشعر الإنسان بالغربة ويشعر بالعزلة خلاص ليس له رغبة في الحياة شباب طيب مين اللي فرض كده عليهم؟ اللي فرض كده التي تفرضها الطبيعة لذلك بدأوا يلجأون للخيال فلذلك يمتاز الشعر عندهم بالصور الشعرية الممتد هتقول لي الصور الشعرية آه الممتد ودي صورة مهمة جدا تمام؟ في الشعر الصورة الشعرية الممتد طيب فالشعر بقى عندهم ركز بقى بقى الشعر عندهم لغة هو العاطفة والوجدان والخيال يبقى كده السمات الأساسية للوجدانيين يا شباب الارتباط بالطبيعة الكآبة واليأس واللجوء للخيال يبقى عندي دي سمات أساسية للوجدانيين تمام يا شباب؟ دي مهم جدا بالمناسبة على فكرة شباب اللي عايز أقوله لكم أن ظهرت المدرسة الرومانتكية في ألمانيا ثم انتقلت إلى فرنسا وانجلترا ثم انتقلت إلى العالم العربي وقد تأثر بها خاليل مطران صاحب الثقافة الفرنسية المرتبط بالشعراء الفرنسيين الذي يعد رائد لاتجاه الوجدان في الوطن العربي ودي معلومة ستزيد فهمك إذن أن ظهرت المدرسة الرومانتكية في ألمانيا ثم انتقلت إلى فرنسا وانجلترا ثم إلى العالم العربي وقد تأثر بها خاليل مطران خاليل مطران صاحب الثقافة الفرنسية المرتبط بالشعراء الفرنسيين الذي يعد رائد الاتجاه الوجداني في الوطن العربي ثم يقوم الاتجاه الوجداني على ركز كده معايا أولاً يقوم الاتجاه الوجداني يا شباب على إيه؟ أولاً يقوم على ثلاث حاجات لازم نحفظهم تمام؟ إيه هما؟ نحفظ الثلاث كلمات دول معاي اكتشاف واعتزاز وتطلع لازم نحفظ الثلاث كلمات دول عشان نساهلهم لك يقوم الاتجاه الوجداني على إيه؟ اكتشاف واعتزاز وتطلع طيب اكتشاف إيه؟ أولاً اكتشاف الفرد ذاته والعمل على النهود بها ده معنى إيه الكلام ده؟ هنشرحه كذلك اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة والوعي الاجتماعي هتقول استنى استنى يعني ثقافة ويعني وعي اجتماعي هقول لك يتحدث عن إيه؟ طب تطلع الفرد كان بيتطلع للمثل الإنسانية العليا إيه المثل الإنسانية العليا؟ أي حد فينا بيحب المثل الإنسانية العليا؟ كلنا بنتمنى على فكرة إن إحنا المثل الإنسانية العليا دي نصل له الحرية الكرامة العدل المساواة الإخاء التواصل عشق الجمال مجافات للقبح ابعد عن الحاجة القبيح ابعد عن الحاجة المتخلفة اللي فيها أي تخل لذلك الاتجاه الوجداني بيقوم على اكتشاف اعتزاز تطلع يبقى إذن اكتشاف اعتزاز تطلع دول المهمين جدا ولت اكتشاف الفرد ذاته والعمل على النهود بها اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي تطلع الفرد للمثل الإنسانية العليا مثل الإنسانية كلنا بنتمناها والله وبلاش نتمناها كلنا نرجوها ايه المثل الإنسانية العليا؟ الحرية الكرامة الإنسانية العدل والمساواة الحب والإيخاء والتواصل عشق الجمال مجافاة للقبح والتخل تمام يا شباب؟ اقول لك على الحاجة بقى الكلاسيكيون انفتحوا على الثقافة الغربية واعتذوا بالتراص طب الوجدانيون بقى اعتذوا بالثقافات الغربية ركز في النقطة دي اللي بقى أقولها تاني اكتب اللي بقى أقوله لك الكلاسيكيون يبني انفتحوا على الثقافة الغربية اكتبوا هذا كترة انفتحوا الكلاسيكيون انفتحوا على الثقافة الغربية واعتذوا بالتراص أما الوجدانيون اعتذوا بالثقافات الغربية هيا بنا كده نطبق ما تعلمناه سؤال الأولان يعدوا خليل مطران جبران خليل جبران أنا ما تحدستش عنه خالص والله يبقى كده يعد الأب الروحي الاتجاه الوجداني ورائد التجديد للشعر العربي هو خليل مطران تمام السؤال عندي بعد كده يا شباب السؤال الثاني كل ما يأتي يعد أسماء لاتجاه مطران ما عدا واحدة احنا قلنا يا شباب عندنا كل ما يأتي أسماء لاتجاه مطران أسماء يعني ايه؟ أسماء المدرسة هل هي الاتجاه الرومانسي؟ آه الاتجاه الوجداني؟ آه قلت وقلت رومانتيكي؟ آه يبقى مين حضرتك اللي هو مش موجود عندي؟ تقول للمدرسة الجديدة أقول لك برافو عليك تمام يبقى دي مش تابع يبقى عندي الإجابة في السؤال الأولاني يا شباب سريعا كده هتقول يعد لأب الروحي هو خليل مطران تمام كل ما يأتي يعد أسماء لاتجاه مطران معادة واحدة هتقول لطبعا المدرسة الجديدة سؤال الثالثة شباب مدرسة الإحياء والبعث طبعا هنا بنقول ردت ردت للشعر العربي سؤال ده مهم ردت للشعر العربي ما فقده من؟ فقده منين بقى شباب؟ إيه اللي فقدوا بقى؟ ركزوا معنا تمام؟ فقد إيه هنا؟ هل فقد لمسات وجدانية ذاتية؟ أم الأصالة والعروبة؟ أم ضعف اللغة وركاكة الأسلوب؟ أم وحدة الوزن والقافية؟ أولا مدرسة الإحياء والبعث هي ردت للشعر إيه؟ هتقول لي ردت هنا الأصالة والعروبة؟ لا ردت ضعف اللغة وركاكة الأسلوب ولا وحدة الوزن والقافية؟ طبعا يا شباب هنا هي ردت تمام؟ ما فقده هنا شباب منين؟ آه تمام من لمسات وجدانية ذاتي طيب لا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده معناها إيه؟ هل معناها أنه لا يستخدم الوزن أو القافية؟ أم أن استخدامهم لا يؤثر على المعنى الصحيح؟ أقول لك طبعا الإجابة عندي اللي هو الاستخدام لا يؤثر على المعنى الصحيح أفوش أي مشكلة عندي سؤال شباب تاني أنا من أنا يا ترى في الوجود؟ وما هو شأني وما هو موضعي؟ أنا قطرة لمعت في الضحى قليلا على ضفة المشرم هنا طبعا يا شباب يقول استنتج استنتج هنا هاستنتج إيه؟ أحد الأسس التي قام عليها الاكتجاه الوجداني من الأبيات السابق إيه اللي عنده هنا يا شباب؟ يلا كده هل اكتشاف الفرض الذات والعمل على النهض بها؟ أم اعتزاز الفرض بالثقافة الجديدة؟ أم يا شباب تطلع الفرض إلى مجافال القبح والتخلف؟ ولا كثرة الحديث عن موطن الزكريات؟ أنا عايزة كده بالراحة تمام؟ هنا بيقول يا شباب نرجع كده للأبيات مع بعض أنا من أنا يا ترى في الوجود وما هو شأني وما هو موضعي أنا قطرة اللمعت في الضحى قليلا على ضفتي المشرعي المشرع يا شباب اللي هو النبع يعني مكان الشرب طيب ركز معانا كده هنا إيه بقى؟ الإجابة هتقول لي طبعا الإجابة هنا بسيطة وسهلة هقول لك اكتشاف الفرض ذات والعمل على النهود به ليه طيب؟ الدليل يا شباب هنا الفرض الذات أنه بيبحث عن شخصياته الشخصية هنا يبحث عن شخصياته ونفسه فلذلك بيقول لك أنا 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 مين يا ترى؟ أنا فأنا بيبحث هنا عن نفسي فأنا مش عارف طيب بيقول أنا قطرة اللمعت في الضحى فمش عارف فهون يبحث يبقى ده اكتشاف الفرض إيه؟ الذات والعمل على النهود بها طال آخر شباب قال مطران هنا بيقول قال مطران بالعلم يدرك أقصى المجد من أمم من من أمم ولا رقي بغير العلم للأمم وواضع حجرا في أس مدرسة أبقى على قومه من شائد الهرم تمام؟ قال إيه بقى يا شباب هنا السؤال؟ ركزوا كده مع بعض تمام؟ أولا الأبيات هنا لو خدت بالك فيها حاجة بتتكلم عن حاجة مهمة جدا إيه اللي بيتكلم عليه؟ هنا بيقول استنتج أحد الأسس هو بتكلم على إيه هنا يا شباب؟ تمام؟ تعال معاي بتكلم على حاجة مهمة جدا الحديث عن إيه هنا؟ أول حاجة أقل العلم ولا رقي بغير العلم تمام؟ يعني هو تكلم هنا إيه؟ تكلم عن العلم ولا رقي بإيه؟ بغير العلم طيب تعال يا سيدي في الأبيات سمى السمى هنا يا شباب آه هل اكتشاف الفرض الذات؟ أم اعتزاز الفرض بالثقافة الجديدة والوعي الاجتماعي هو ما تكلمش هنا عن نفسه يبقى اكتشاف الفرض الذات لا طب اهتمام بطبيعة ما جبناش والله يصير الطبيعة شباب طب هنا مثل إنسانية عليا أنا جبت عدل ومساواة والله ما جبت سيرت يبقى هنا إيه يا شباب آه يبقى اعتزاز الفرض هنا بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي مش مش يعني يا جماعة أسئلة بسيطة الإجابة بتفكر كلمة أو كلمتين بتجاوبك لأن دايما لما تيجي تحب تجاوب عن سؤال اقرأ هنا وهو يتكلم على إيه؟ لاحظ أنه ذكر العلم العلم خلاص يبقى نعتز بالثقافة الجديدة سؤال آخر شباب قال الشاعر هل العيش إلا أن تنال بعزمة مقاما كأن النجم من تحته يسري تمام فما العزم إلا ما يبقى يبلغك المنى وما العجز إلا أن تنهيه بالزاجر طيب ركز معايا كده إن هنا يا شباب يعني الكف إن هنا الكف فتقول مثلا زجرت فلان تمام فأي كففته فكف يعني والزاجر هنا معنى إيه؟ المنع بالقول فهنا إيه؟ عندي اللي هو إن هناها تأتي من هناها خلاص يبعد عندي وما العجز إلا أن تنهي طيب هنا بيقول يا شباب أحد الأسس التي قام عليها لاتجاه الوجدان إيه أحد الأسس دي؟ ركز معاي هل هي اكتشاف الفرض الذات والعمل على النهود بها ولا اعتزاز الفرض بثقافته الجديدة أم تطلع الفرض لمجافات القبح أم كثرة الحديث عن مواطن الزكريات؟ أولا يمكن كثرة الحديث عن مواطن الزكريات ما ذكرناهش هو الراجل بيقول لك إيه؟ العزم والعيز ولازم العيز ذا تكفه بالزجر المنع ثم بعد ذلك هنا بيتكلم بيقول لك العيش أن تنال بعزمه تمام يبقى حضرتك هل تطلع الفرض لمجافات القبح ما ذكرناهش؟ طيب اكتشاف الفرض الزات ولا اعتزاز الفرض بالثقافة الجديدة طبيعي كده يا شباب يبقى هنا بيكتشاف الفرض الزات تمام والعمل على النهوض بالدليل طيب أنت قلت الاكتشاف الفرض الزات والعمل عن النهوض أقول لك الحديث عن السعي لتحقيق الأهداف أنا بسعى للسعي هنا بقول لك العيش وحضرتك أن أنت تبدأ تايب عندك عزم عندك إرادة تمام والأمال والعجز ده لازم تبتعد عنه فلابد هنا الحديث عن السعي لتحقيق الأهداف سؤال آخر يا شباب يقول الشاعر إن فرنسا وهي التي ضربت في كل مجد بالسهم فالسهم أحدث إلى مصر كل مأثرة تصبي بآياتها أخ الحلم ممكن نكمل أبيات عادي كل حديث وكل ذي قدم فيها مدين بفضلها الجم تحيا فرنسا وكل نابغة أفاد مصر بالغنى والعلم استنتج أحد الأسس التي قام عليها الاتكاهل وقتين أولا هنا شوف أنا بأتكلمت قلت فرنسا وهي التي ضربت في كل مجد بالسهم فالسهم أهدت إلى مصر كل مأثرة تصبي بآياتها أخل أحق الحلم تحيا فرنسا وكل نابغة أفاد مصر بالغنى والعلم طب إيه معنى الكلام ده إيه الأبيات السمة هنا الأساسية شباب هنا هقول لك طبعا هل اكتشف الفرض الزيت هنا بتكلمش عن الزيت شباب هل تطلع الفرض إلى مجافة القبح ما ذكرش القبح أصلا طب حديث عن موطن الذكريات ما فيه الذكريات آه يبقى هنا أمين ده هنا الفرض الثقافة الجديدة دخول إيه فرنسا هنا الوعي لاجتماع الجديد تمام فلذلك هنا شباب الدليل التأثر بالثقافة الفرنسية يبقى ده الدليل عندي التأثر بالثقافة الفرنسية نقتقل كده بشباب إلى إيه بقى نشأة وتطور الاتجاه الوجداني إيه بقى نشأة وتطور الاتجاه الوجداني اتجاه الوجداني ده عامل زي الأطفال يا شباب أو عامل زي الطفل الصغير تقول لي طفل صغير أقول لك آه طفل صغير استنى بقى بس يفهمني بقى شوي تمام بص شباب هو بدأ عامل زي الطفل كده لما تيجي إيه يبدأ طب بدأ بإيه الطفل هنا بدأ الاتجاه الوجداني اللي بيحاكي الرومانتكية الغربية مع حركة الإحياء يعني هنا بدأ ده البداية بتاعته طيب يعني بدايته إيه بدأ يحاكي الرومانتكية الغربية مع مين مع حركة الإحياء والبعث ركز معي يبقى بدأ يحاكي الرومانتكية الغربية مع مين مع حركة الإحياء والبعث اللي ردت للشعر العربي زي ما تكلمنا منذ قليل ما فقده من لمسات وجدانية ذاتية طيب ملاحظة هنا شباب في البداية شعر الإحيائيين به الوجدانية والذاتية والاتجاه الوجداني عبر عن الذات والعاطف لذلك قام الاتجاه الوجداني على يبد الإحيائيين تخيل بقى تاني ركز كده و اكتب الكلمة دي اكتب كده كالاستطرين دي المهمين لاحظ بقول شعر الإحيائيين به الوجدانية والذاتية والاتجاه الوجداني ده عبر عن الذات والعاطف لذلك قام الاتجاه الوجداني على يد من؟ على يد الحيائيين عرفنا بقى حكاية بدأ الاتجاه الوجداني هنا طيب النمو بقى نمى مع عركات التجديد التي كان خليل مطران رائدها شكرا يبقى نمى مع عركات التجديد كبر شوية طيب بدأ هو بإشاب ما شاء الله اصدهر اصدهر على يد من يا شباب على يد رواد مدرسة الاتجاه الوجداني اللي هم مين ركز معاي مدرسة الدوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر شكرا منذ العقد الثالث من القرن العشرين يبقى لما تيجي بقى تقول الظهر يبقى على يد مين والزمن امت على يد رواد مدرسة او مدارس الاتجاه الوجداني من الرواد دول او المدرسة مدرسة الدوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر الزمن حدد للزمن منذ العقد اهو منذ العقد الثالث من القرن العشرين شكرا تراجع بقى كبر بقى خلاص تراجع أمام من أمام طيار الواقعية الجديد الزمن بعد الحرب العالمية الثانية طيب السبب هقولك يا سيدي جدت على حياتنا العربية عوامل من ضمن العوامل دي السياسية عوامل اجتماعية عوامل اقتصادية عوامل ثقافي طيب فقال لاتجاه الشعراء إلى الرومانتكين شكرا يبقى حضرتك كده اكتب معاي أقولك تراجع خلاص تراجع أمام من أمام طيار الواقعية الجديد طيب الزمن بعد الحرب العالمية الثانية حل حل السبب لو جاني السبب هنا أعرف إيه أقوله والله جدت على حياتنا العربية عوامل تمام سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية فقال لا اتجاه الشعراء إلى الرومانتكية يبقى هنا نشأته وتطوره عامل زي الأطفال بقولك الطفل الصغير بدأ ثم نمى ثم ازدهر ثم تراجع تمام يا شباب ننتقل إلى شباب موقفهم بقى من القديم ايه موقفهم من القديم بقى يا شباب اولا هم حرصوا على حرصوا على ايه بقى اولا حرصوا على الخروج من أسر الأنمات الشعرية المكررة على مر العصور تقول لي لحظة لحظة أنا مش فهم اقول لك يا سيدة هو ايه رفضوا الأشكال الشعرية القديمة يبقى لما أقولك كده الخروج من أسر الأنمات الشعرية المكررة على مر العصور تقول لي رفضوا الأشكال الشعرية القديمة ك البدء بالغزل التقليدي خلاص احنا مش عايزين نغزل تقليدي وتقول لي ده اه تفاكر ده اقولك فاكر ايه ده تقول لي منهج بناء القصيدة في العصر الجالي اقول لك ايه تمام يبقى البدء رفضوا بقى لأيه رفضوا الأشكال الشعرية القديمة البدء بالغزل التقليدي الوقوف على الأطلال مناجات الصاحبين قيام القصيدة على وحدة البيت وحدة البيت يا شباب ان كل بيت ليه فكرة فكده القصيدة على فكرة لما تلاقي كل بيت له فكرة كده قصيدة عندي مفككة يبقى اول حاجة موقفه من القديم الخروج من أسر الأنموات الشعرية المتكررة على مر العصور معناها ايه يعني رفضوا الأشكال الشعرية القديمة كالبدء بالغزل التقليدي والوقوف على الأطلال ومناجات الصاحبين وقيام القصيدة على وحدة البيت مناجات الصاحبين لو تلاحظ كده احمد شوقي اصلا في مدرسة اليحياء والبعث يعني التحدث عنها واذكرة للصبط واصفة لي ملاوة وبعدين قال لك سلام اصر هل سل القلب عنها لاحظ كده استخدم هم مناجات الصاحبين ما فيش أدنى مشكلة يعني طيب تاني حاجة شباب بيقول ابتكروا 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 ايه قال لك ابتكروا صيغة صيغة شعرية حديثة يمتزجوا فيها التراث بالعصري استنى استنى لاحظة كده يعني ايه بقى ابتكروا الكلام ده تعال كده معايا ناخد الابتكر لوحده بص يا سيد اولا ابتكروا صيغة شعرية حديثة يمتزجوا فيها التراث بالعصري يعني ابتكروا واحتفظوا ببعض القديم في نفس الوقت فهمني اكتر اقول لك يا سيد الالفظ عندهم منها عصري ومنها تراثي والصور عندهم منها كلي ومنها مبتكر وايضا منها جزئي ومنها تقليدي ما فيش ادنى مشكلة اما الموسيقى اه ركز بقى قال لك والله منها المعتمد على الوزن والقافية ومنها الشعر الحر دون قافية موحد يبقى لما اقول لك ابتكروا صيغة شعرية حديثة يمتزجوا فيها التراث بالعصرية معناه ايه الكلام ده اقول لك والله ابتكروا واحتفظوا ببعض القديم في نفس الوقت وهنا نقول في الوقت نفسه لان في نفس الوقت هنا طبعا ده غلط يعني طيب اي فالالفاظ عندهم منها عصري منها تراثي والصور اللي عندي كلي وعارفين طبعا الصورة الكلية الصورة الكلية طبعا يا شباب بتعتمد على صوت ولون وحرك طيب وصور مبتكرة الصور بقى خلاص جديدة بقى تمام طيب منها الجزئي صور جزئية زي التشبيه والاستعارة والكناية وتقليدية صور معروفة اما الموسيقى قلت منها معتمد على الوزن والقافية ومنها الشعر الحر دون قافية موحدة ده اللي هو مين الابتكار تمام نأتي للشواهد كده الشعرية وركز مع بعض هنا يا شباب يقول الشاعر ركز كده مع بعض على أساس نبقى ايه؟ ناخد الإجابات أما في عصرنا هذا فحول أعادوا روعتر عصر الحديث وآتوها مفاخر أثلوها تزيد مفاخر الإرث الكريم حدد هنا سمة من السمات ركز معاي حدد سمة من السمات الاتجاه الوجداني في الأبيات السابق تعال معاي هل ابتكار صيغة شعرية حديثة أم اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة أم الخروج من أسر الأنمات الشعرية أم كثرة الحديث عن مواطن الذكريات وأيام الصباح ركز كده معاي في دول ياض هنا حضرتك بيقول إيه أما في عصرنا هذا فحول أعادوا روعة العصر العظيم وآتوها مفاخر أثلوها تزيد هتقول لي إيه بقى الأثلوها هنا ويعني فحول الشعراء فحول الشعراء هنا يقصد بها شباب المفضلون والمتميزون وأثلوها يعني عظموها تزيد مفاخر الإرث الكريم إذا لم تبتدع فكرا جميلا تصوره بأسلوب وسيمي فما يغني على التكرار قول وإن هو غير ترديدي أو ترديد عقيمي إيه بقى السمة هنا يا شباب هقول لك هنا على طول ابتكار صيغة شعرية حديثة يمتازج فيها التراث بالعصرية إيه دليلك أقول لك يا حبيبي يا دكتور التصريح بذلك في الأبيات هو هنا حضرتك بيقول عصر هنا تمامه في حول الشعراء وفكرا جميلة فهنا حضرتك بيقول عايز حضرتك تصوره بأسلوب فهنا واضحة جدا التصريح في الأبيات صريح ننتقل إلى إقامة بأه الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الجديدة فين بأه في الأدب والفن والموسيقى واللغة وتنطلق الصورة الفنية من الوكدان هتقول لي فهمني ما علش شوي أقول لك بص اسي تقوم الصورة على أهو تقوم الصورة الشعرية فيها على إيه قال لي مفهوم فني حديث يعني إيه أقول لك هنا يعني ينتفع بالنظريات الجديدة في الأدب والفن والموسيقى واللغة أي أنهم يحاكون الرومانتيكيين الغربيين فين بقى الصورة الكليين والصورة المبتكر والشعر الحور الشعر المرسل وكل ما هو جديد طيب يعني إيه بقى تنطلق الصورة الفنية من الوجدان هقولك الخيال يبني مرتبط بإيه بالحب والشوق والروح والصبابة والوجدان كل ده حضرتك ممطلب من الصورة الفنية وكده يا شباب بقول وصلت بقى لنهاية الحلقة بشكركم كلكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته